بالنسبة للنادي الأهلي ما عنديش أخبار كتيرة أكتر من أنه كابتل الخطيب النهاردة وفقا للكلام اللي قدامي هيعمل مؤتمر صحفي يوم 10 أكتوبر في مقر النادي هيشهد الإعلان عن القائمة الانتخابية اللي هيخوض بيها الخطيب الانتخابات ده الكلام اللي طالح حاليا وهيقدم كشف حساب خاص بما قدمه للنادي طوال فترة رئاسته للنادي حتى الآن على معلوماتي لم يعلن أحد الترشح لرئاسة النادي حتى هذه اللحظة إذا ما أعلنش حد لغاية مؤتد انتخابات كراءة رئاسة خلاص يبقى هو الكابتل الخطيب ورئيس النادي إذا أعلن حده يبقى فيه انتخابات على مقعد الرئيس لكن الكلام إنه هو القائمة بتاعته الحالية اللي موجودة هو بيقول هيعلن قبل باب الغلق بيوم عشان ما يديش فرصة للقيلة والقال وده موقف سليم 100% يعني قبل ما يتتقف الباب الترشح بيوم هيقول القائمة بتاعته كلام اللي طالع إنه ربما يكون هناك بعض المقاعد المختلفة فيما يتعلق بالقائمة بتاعته نسأله ربما يكون فيه أربع وجوه جديدة في قائمة الكابتن محمود الخطيب موسيماني قد الفرقة راحة لغاية يوم الحد وهو كمان سافر جنوب أفريقيا عشان يقعد مع عائلته الفترة دي باي شكرا